اهلا بكم قال متحدث باسم الخارجية الامريكية للحرة ان روسيا لطالما انتهكت معاهدة القوى النووية متوسطة المدى الصواريخ النووية متوسطة المدى تبرى المتحدث ان تصريحات الرئيس روسي فلادمير بوتين يستمرار لجهود الدعاية السياسية لتفادي مسؤولية موسكو عن خرق المعاهدة وشدد المتحدث باسم الخارجية الامريكية على ان بلاده بذلت جهودا لعادة روسيا والتزامها بهذه الاتفاقية وإيقاف برنامجها الصاروخي السري تبرى تحالف وحلف شمال الاطلسية ان التهديدات الروسية على لسان الرئيس فلادمير بوتين بنشر صواريخ جديدة قادرة على ضرب اراضي دول الحلف بغير المقبولة ودع نائب المتحدث باسم الحلفة روسيا الى التركيز على العودة الالتزام بمعاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى واضاف ان ناتو على وهبة الاستعداد للدفاع عن جميع دوله من واشنطن حول هذا الموضوع مارك كيميت المساعد السابق لوزير الدفاعي لمنطقة الشرق الاوسط سيد كيميت اهلا بك معنا نتحدث عن هذا التوتر على خلفية التصريحات الروسية بخصوص معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى لقد قلنا لسنوات طويلة ان روسيا كانت تقترب من انتهاك اتفاقية الصواريخ متوسطة المدى وما نسميه نحن اتفاقية اين اف حقيقة الامر انهم كانوا ينتهكون الاتفاقية لسنوات عديدة وقد اعلنوا مؤخرا عن الصاروخ سبعة تسعة اثنين وهذا لا يمتثل لشروط وبنود الاتفاقية لهذا السبب الولايات المتحدة قررت الانسحاب منها بوتين الان اصدر تصريحا يقول فيه انه نتيجة لذلك قد ينشر صواريخ اقرب الى اوروبا من اجل تهديد دول الناتو عن طريق استخدام صواريخ قصيرة الامد وهذه عبارة عن تهديدات هو يحاول تهديد الاوروبيين بطريقة لا تنسجم مع شخص يدعي انه يسعى للسلام مع جيرانه في المنطقة يعني وهذا يضع سؤال بعد خروج الولايات المتحدة الامريكية من هذه الاتفاقية على خلفية الانتهاكات الروسية ما هو بديلها لضمان امن دول حلف الناتو القريبة من روسيا البديل بسيط جدا هناك خياران اما بناء القوى العسكرية لمواجهة التهديد الروسي او كما فعلنا لسنوات السعي للمفاوضات كي تمتثل روسيا مهم ان نفهم عندما كنت انا ملازما في اوروبا كان هناك الالاف من القوات وكان لدينا الالاف من الاسلحة النووية الموجهة على الاتحاد السوفيتي والاتحاد السوفيتي وجه صواريخه علينا ولكن من خلال المفاوضات والنوايا الطيبة من الجانبين قمنا بتقليص عدد هذه الاسلحة النووية بحيث انه في شرق وغرب اوروبا الان امريكا ليس لديها اسلحة نووية لقد قمنا بعملية منهكة ليس فقط لازالة هذه الصواريخ والروس النووية وانما ايضا لتدمير الصواريخ التي كان يمكن ان تطلقها تطلق الروس النووية الخيار اما سباق تسلح للحفاظ على التأثير الردعي او مفاوضات كي يمتثل الجميع للاتفاقية وبالتالي لا يكون هناك سباق تسلح غير ضروري وهذه النقطة تحديدا قالها الرئيس الامريكي دونالد ترامب في خطاب حالة الاتحاد قال انه اذا لم يتم التوصل الى اتفاق فان الانفاق سيكون اكبر بنسبة للجيش الامريكي وسيقومون بصنع اسلحة فائقة التطور هذا صحيح الطرفان قال ان بامكانهم تطوير هذه الاسلحة الروس ايضا ادعوا انهم يمتلكون صواريخ فائقة السرعة حوالي 27 ضعف سرعة الصوت مرة اخرى كل هذه التهديدات هدفها التعطيل وخلق توتر لدى جانبي الحدود وهذا استفزاز غير ضروري من الجانبين المال يجب ان ينفق على البنى التحتية واحتياجات الشعوب وليس على سباق تسلح هذا غير ضروري للطرفين هل نحن امام اجواء اقرب باجواء الحرب الباردة في ظل محاولات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ان يستعيد امجاد الاتحاد السوفيتي نعم اعتقد انك على حق هذا بالضبط ما يحدث ليس فقط في اوروبا حيث هو استعاد او اخذ جزء من اوكرانيا عندما اخذ الجزيرة القرم ولكن ترى ايضا عقلية الحرب هو ارسل قواته الى سوريا والى اماكن اخرى الى مصر في محاولة لزيادة مكانة روسيا هناك والناس الذين يعانون في هذه الحالة هم الشعب الروسي لانه ليس هناك الاتحاد السوفيتي وانما روسيا التي فيها معدلات المواليد اقل والاقتصاد سيء هو يجب عليه ان ينفق المزيد من المال على اصلاح الامور داخل روسيا بدلا من تهديد الدول الخارج وهنا دعني اسأل الى نقطة ايضا مهمة سباق التسلح سابقا ادى الى انهيار الاتحاد السوفيتي هل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الان مع اقتصاد الدولة الروسية قادر على مجارات الولايات المتحدة الامريكية وحلف الناتو في سباق تسلح اخر في اشكال عديدة هذا ما حدث في الفترة التي سبقت نهاية الحرب الباردة كان من الواضح ان الاقتصاد الروسي لم يستطع التماشي مع مطالب الشعب او سباق التسلح الذي كان يجري بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة المسألة ليس فقط نشر صواريخ كروز كبيرة في اوروبا وانما ايضا عندما بدأنا نحن في وضع ما يسمى بصاروخ فيرشنج 2 في هذا الوقت او كان هذا هو الوقت الذي ادرك فيه الاتحاد السوفيتي انه لم يكن يخسر فقط سباق التسلح ولكن لم يستطع دفع تكلفته لهذا السبب او هذا احد الاسباب وراء انهيار الاتحاد السوفيتي وكانت هذه نهاية الحرب الباردة وامل في حياتي ان لا نرى تجديدا للحرب الباردة نقطة ايضا مهمة انه الرئيس الامريكي دونالد ترامب يرى انه حلف شمال الاطلسي الناتو مؤسسة تحتاج الى كثير من العمل وعلى الدول الاوروبية ان تدفع المزيد من المساهمات المالية للحفاظ على امنها يعني كيف يمكن ان يسهم هذا الامر في اعطاء فرصة للروس ان يستقو على الدول الاوروبية القريبة منهم بصراحة كل رئيس امريكي منذ تقريبا نهاية الحرب العالمية الثانية وتأسيس الناتو كان يحث الدول الاوروبية على انفاق المزيد على الدفاع الوطني امريكا تنفق ثلاثة ونصف المئة من الناتج القومي العام تنفقه على الدفاع بعض الدول في اوروبا تفضل ان لا تنفق بل تنفق ربع او نصف المئة من الناتج القومي العام على الدفاع الاموال التي يوفرونها ينفقونها على الرعاية الصحية والبنى التحتية والبرامج الاجتماعية ما يقوله الرئيس ترامب ومثل اي رئيس اخر منذ تأسيس الناتو يقول نحتاج منكم ان تنفقوا المزيد على الدفاع اذا لم يكن هذا مهما لكم فلن يكون مهما بالنسبة للولايات انا اشكرك جزيلا سيد مارك كيمت المساعد السابق لوزير الدفاع الامريكي لمنطقة الشرق الاوسط اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة